المكتب التائيل دوت اللي هو الكشف الطبي عليه بيقول اللي هو ما عندوش عاقة علشان هو النهاردة لما بيكون عشان يستصدر كارتة الخدامة المتكملة هو بيقول اللي هو عنده عاقة فبيروح لكوميسيون طبي كشف شامل عليه فهو المكتب دوت تأرير بتاوي بيقوله انه ما عندوش عاقة فدي اللي عاملت دي اللي عاملت للمشكلة بالزبط ماشي ما هو ما هو ما هو النهاردة فيها امور فنية ما لنجدع بيا عم بندخل فيه يعني النهاردة المكتب بيقول اللي هم عندوش عاقة ازاينا هتديره كارتة خدامة متكملة وفيه برضو بنشوف اشخاص مثلا عندهم عاقة بسيطة خالص او بتاع وهو مسر يقول ان دي عاقة وعندو مشكلة ومش عارف ضهري ما بقدرش حركه اصله مش عارف ايه هما في الاخر خالص ما بياخدوش ان دي عاقة تعوقوا عن العمل او تعوقوا عن الشغل فما بيبقى الكمسيون طبي او الدكاترة ما بيكتبوش في التعلين دي عاقة فبيروح يقدم ورقه عشان ياخد معايش او حاجة يقوله لا مناش دعوه بالضبط كده علشان هي كمان بتبقى لها نسب معينة وممكن يكون حد عندو نسبة بسيطة من العاقة دي ما تعوقوش عن العمل او ما تعوقوش عن اللي هو يتكسب يعني بيده فعشان كده في بعض المؤسسات المجتمع المدنية متعاونة مع المبادرة بتوجد فرص عمل للأسر الأكثر احتياجا وأبنائهم لا معلاش شغلها اللي تاني يعني يحرك ممكن انا اروح عشان اقدم يقوله طب احنا جبنا لك شغلانة بالضبط كده يجيبوا لحضراتك شغلانة او يوفروا لك مشروع تتكسب منه يعني بمعنى انا بسأل النهاردة رب الأسرة والزوجة والأولاد حضراتك ممكن تعمل ايه ممكن تفتح كشك وتبيع فيه منتجات مثلا فبالتالي المؤسسات المجتمعية بتوفر له الكشك وبتاخد له موافقة من الوحدة المحلية او الحي او القرية الادارة المحلية يعني وبتجيب له في البداية البضاعة ملء الكشك ده بمبلغ بضاعة لا يرد واخد بحضراتك وهو بقى يمشي نفسه بعد كده هو بعد كده بقى يمشي نفسه ده ترخيص الكشك ده احسن من المعاش ترخيص الكشك مع البضاعة بحضراتك بيتوفرها له وبعد ما بعد كده هو بقى الآن بقى علمتك تستادي ايوه هو ده المسأل اللي احنا ماشي نبيه النقطة التانية موضوع مثلا المهن يعني مثلا الخياطة المكن هي بتعرف تخيط او نوية تتعلم نجبلها مكنة الخياطة وممكن كمان نعمل لها اسواق نبيع لها المنتجات اللي هي بتطلعها في اسواق بعظمة احنا اللي بنعملها فيه يا فندم في كل واحدة محلية ادارة اسمها ادارة مشروعي ممكن الشاب او الفتاة او الاسرة تتوجه لادارة مشروعي عندهم اكتر من الفكرة كثيرة اشتركوا في القناة